اقاف ممارسات نظام القطري وسلاحه الاعلامي اصبح مطلبا لكل من يسعى الى تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة فما قام به النظام القطري خلال الفترة الماضية من دعم للارهاب وسعي لزعزعة الامن والاستقرار جعل السكوت عن تلك الممارسات مرفوضا حتى على المستوى الشعبي لو ان الحاكم في الدولة الاخرى جند حكومته واستخباراته واعلامه ليس لهجوم بالسلاح وانما لاسقاط الدولة الاخرى عن طريق الدعوة لثورة بها واتى باعدائها لديه واتى بالخوانة من ابنائها لكي يجتمعوا عنده فيخططوا ليسقاط دولة في ثورة شعبية وعلم هذا واشتهر هذا حتى ان اجهل الناس علم به واغبى الناس فهمه انا ما اتكلم عن المريض يضرب رأسه بعرض الجدار رأوا هذا الرجل يدعم الثورات في الدول الاخرى هذا الحاكم وصخر اعلامه لدعم الثورات بل برامج في قنواته كقناة الجزيرة وغيرها اسم فقه الثورات برنامج كامل اسم فقه الثورات هكذا ويجعل الثورات في هذه البلدان واتى بسرور زين العابدين ووضعه في الدوحة وعمل معه لقاء عزام التميمي في قناة الحوار وطعن بالدولة السعودية وبعلمائها وبالأمير نايف واخذ يؤلب عليهم من الدوحة والقرضاوي يتكلم على الدولة ويقول إن كان هذه فتنة فأنا أريد هذه الفتنة التي هي الثورات في الدول الإسلامية ويخطب على المنبر والتلفزون الرسمي ينشر مباشرة خطبته وغير ذلك ويهيج على الثورات في البلدان الإسلامية في الإمارات في البحرين في الكويت في السعودية في غيرها والخونة من أبناء هذه البلدان يؤتون إلى هذه البلاد ويكرمون ويجتمعون ويخططون وتوضع أكاديمية التغيير للثورات التي أصلها من بريطانيا في الدوحة وتدخل على موقع أكاديمية التغيير الموجودة في الدوحة يعلمهم كيف الثورات وكيف تواجهوا الرجال الأمن في المظاهرات وماذا تصنعون معهم وكيف تهجمون عليهم علناً فهل عندما يكونوا هجوماً إعلامياً دعوياً بدعياً ثورياً لإسقاط دولتك ظلماً وعدواناً هل تقول أنني لا أتكلم وأتركهم إسقطون دولتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر